مساء الخير مشاهدينا وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حوار مفتوح النهاردة آخر يوم في 2020 أحب أقول لكم كل سنة وأنتوا طيبين كل سنة والقيادة السياسية لمصر بخير وسلام كل سنة والعالم كله بخير وسلام وصحة لأن أهم حاجة هي الصحة النهاردة هنتكلم عن الفومو وإدمان الإنترنت وحيكون معايا النهاردة دي فيه دكتور محمد حمزة دكتورة في القانون والاقتصاد كلية الحقوق جامعة عين شمس أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا جديد كل سنة حضرتك طيب وحضرتك السلام زهر مؤخرا مصطلح الفومو مصطلح مش مفهوم إحنا عايزين بطريقة علمية تعرفنا يعني إيه الفومو بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مع ويلا برحب حضرتك ومسادة المشاهدين وكل سنة طيبين وعام سعيد وجديد عليكم إن شاء الله وتعدي الأزمة دي على خير بالنسبة للفومو الفومو هو مش مصطلح جديد بالمعنى هو فومو اختصار لكلمة Fear of missing out أو الخوف من فوات الشيء أو ضايعه يعني هل يبقى الآن جدا عنده اضطراب إن الحاجة دي ممكن تفوته مع طبعا صورة التصالات والصورة الرحيمية والمواقع تواصل اجتماعي وتعلق الناس الكبير بمواقع تواصل اجتماعي فأصبح عند الناس هاجز إن هي تبقى خايفة طول الوقت إن في معلومة أو في صورة أو في أي حاجة تفوتها من على الموبايل أو من على السوشيال ميديا فدايما متابعة للسوشيال ميديا بوقت اللي هو يعني مش قادرة تسيبهم إيديها عشان متفوتهاش أي حاجة ده حقيقي طبعا تلفون في ناس تلفون في إيديها طول الوقت يعني عايز أقول بطريقة هسترية ما هو ده الفوم؟ طبعا هو ده الفوم هو خايف إن أي حاجة تفوته هو خايف حاجة بدعمل إيه السبب الرئيسي لزهور الفوم؟ إيه اللي خلى ده بقى موجود في حياتنا؟ هو التعلق إزاي ده من زون وبعدين فكرة إن في ناس كتير عندها اضطراب وعندها وحدة وعندها خوف وعندها قلق وبتخاف إن هي تواجه المجتمع أو تخاف إن هي تعمل علاقات اجتماعية حقيقية فبتميل إلى فكرة السوشيال ميديا أو إن هي تكون تكون صدقات أو تخش في مجتمع افتراضي ما تكونش ألقانة ما تكونش خايفة وهي بتتكلم مع الناس عايزة تتبع حياة الناس طبعا من الإضافة إلى إن كتير قوي من الناس عندها فضول إن هي تعرف حياة الناس كلها ماشية إزاي دلوقتي واللي بيساعدهم على كده الناس اللي بتفصح معلوماتها على مواقع تصل الاجتماعي في شكل بشع أي حاجة حد يبعملها دلوقتي لازم يرفعها على الفيسبوك سواء هستوري بقى سواء هستوري سواء استاتيوس سواء أي كان بوست منشور لازم يرفعه وبيعمل إيه رايح فين بيشعر بإيه بيحس بإيه اللي عنده دلوقتي رايح فين جاي منين يعني فيه ناس بتستخدم ده في شغلها فيه ناس بتستخدم ده بعقل أو بتوازن لكن فيه ناس بتستخدمه يعني بطريقة مفرطة من جير أي مبرر ومن جير أي داعي أنت شايف إن ده صح والله غلط أنه اللي صح فيهم إن أنا أستخدم السوشيال ميديا بطريقة هستورية إن أنا كل أخباري على النت كل معلومة عني ده أنا شايفة يعني إنه ده متحفين ده أكبر خطأ ده أكبر خطأ هي فكرة السوشيال ميديا لما كانت موجودة كانت موجودة عشان تقرى بالبعيد ومش تقرى بالقريب يعني أنا أخواتي وامراتي وأبوي أومي والناس اللي هي جنبي في بيت دي الوقت الناس بقى بتتكلم بعضها من على الواتساب بتكسل حتى تقعد مع بعضا الناس اللي بتبقى عادة مجموعة في زومة ولا في حاجة كل واحد ماست موبايله فهو معمول عشان التواصل البعيد اللي هو يعني مش هينفع يكون فيه تواصل مادي فانا بقى يعني بعوض ده بتواصل افتراضي من خلال الانترنت لكن الموضوع استخدم بشكل خطأ جدا منظمة صحة العالمية كانت قايلة أن فكرة اللي يتخطى معدل 35 ساعة في الأسبوع على الانترنت أو على السوشيال ميديا في درجة مدمن مدمن ما معنا الإدمان فإحنا بنوعد 35 ساعة تقريبا في اليوم مش الأسبوع لا الناس يعني السوشيال ميديا مؤثرة في حياتنا بطريقة خطيرة جدا مع أن المعدل الطبيعي هو 8 ساعات في الأسبوع 8 ساعات في الأسبوع ده المعدل الطبيعي والعادل والفير لا الناس بتستخدم الموضوع 8 ساعات في اليوم 8 ده أقل حاجة ما دي مش كلا الفومو من أحد أعراض الفومو أن الواحد يصحب من النوم أول حاجة يعملها قبل حتى ما يتاوب يده يصرحانا حتى المخاب ده تفتح تليفون على طول الصبح ليه بقى؟ لأنه على حسب شخصيتك الواحد في واحد مثلا بيحب أن هو يحط صورة جمدة جدا ليه أو خبر فنستني كل عايز يشوف من العمل لايك من العمل كومنت من العمل شير اللي صرته فطول الوقت كل ثلاث دقايق على الأقل بيبدأ يدور على الموبايل بتاعه عشان يشوف من العمل عنده كومنت أو عمل لايك أوكي وفي واحد بيبقى عنده يعني مرض متابعة المعلومات عايز يعرف أي أخبار بس وخلاص بس على حسب توجهاته يعني مثلا الواحد بتاع كورة هتلقي دائما بيدور على أخبار كورة بشكل هستيري بشكل فومه واحد تاني بيحب يعرف الأخبار بتاعت الناس بس مجرد إنه هو آه يتابع الناس وده بيعمل مشكلة كبيرة جدا في الفومه اللي هي الشعور بالانتقاص أو الشعور بالنقص أو الحرمات لأنه لما يكون الواحد قاعد على سريره وقاعد في بيته وشايف حد بيعمل إنجازات كتيرة على الفيسبوك أو على مواقع باصل الناس وهو زي ما هو قاعد نعمل شيئا هو قاعد بيرصودهم بس وبيوصاب بالاكتئاب وبيوصاب بالوحدة وبيوصاب بالفراغ لأنه هو شايف إن فيه مجموعاته شايف إن فيه ناس بتبدأ في ناس تتعمل إنجازات وطب خطوات كبيرة في حياتها وأنا زي منا وهو يعني مجدينه فدي مشكلة من مشاكل فومه خلاص صيبه اللي هيدايقني من الموبايل أسيبه وما شوفهوش ناس طب الفومه يعتبر مرض إمتى أنا أقول إن أنا مريض فوم بص هو فيه دايما ينتهي جدل ما بين إن هو مرض أو ظاهرة لكن فكرة إن هو دي حاجة الإنسان ما خلق بيها يعني فكرة إن أنا يكون عندي قلق أو شعور بالخوف حتى بعيدا عن التكنولوجي تلاقي الأم دايما بتبص على أولادها عايز تطمن عليهم خايفة يكون الغطا متشلمن عليها خايف إن هو يفتح الشباك كده فواحد تاني مثلا عنده فومه المفاتيح يفضل يدور على المفاتيح كل ثلاث دقايق حتى لو معلقه كل شوية يبص على السلسلية ففومه إن هو خايف لحاجة تضيع أو حاجة تفوت منه هو هاجز داخلي بس يعني هو ده اللي بيبقى إحساس مسيطرة على الواحد طول الوقت إن أنا في حاجة نقصان لكن مع السوشيال ميديا فقه ومع تعدد الأبليكيشنات فكرة إننا عندي أبليكيشنز كتير يعني يوم الناس اللي عملت كده كانت قوية بتحط الأبليكيشنز دي كانت مصرة على إن أنا تفكر على الجانب النفسي أو العالم اللي عامل النفسي يعني مثلا يشعر بالملل يدور على اليوتيوب حاسس بوحدة يدور على فيسبوك ده حقيقا فهما عارفين هما بيحطوا إيه إمتا وده بيعمل مشكلة كبيرة عند الشباب لأنه هو مهما انخرج من هنا هيلاقي البديل وبعدين إحنا ما عندناش هدف وإحنا مسكين الموبايل يعني أنا لما بقي أمسك الموبايل عشان أتصفح فيسبوك مثلا أنا ما عنديش هدف معين أنا كل الهدف إن أنا أعمل سكرولينج أقلب وخلاص طب أنا داخل ليه؟ يعني أنا من البداية داخل ليه على فيسبوك النهاردة لازم أكون محدد لنفسي هدف أنا داخل عامل إيه؟ لو أنا حددت هدف أصبته أو ما أصبتوش أنا عارف أنا داخل عامل يوم هسيبه لكن لو أنا ما عنديش هدف وداخله وخلاص لا ده طبعا هيسقني إلى النواة كل حاجة هفتحها جديدة هتدخلني إلى حاجة أجدد ده بزبط الفيديوهات أخلص الفيديو ألاقي الفيديو اللي بعد هيشديني أكتر أروح متفرج على الفيديو اللي بعد طبعا أنا خلاص عرفت أنها مريض فومو أعالج نفس إزاي؟ أخرج من الدائرة دي إزاي؟ لازم يكون عندي هدف ولازم أحط وقت مش حاجة اسمها أنا قاعد على الموبايل في وقت على فكرة أنا بتكلم وأنا من الناس اللي عندهم فومو يعني أنا مش بك لا ما ينفعش يعني أنا بتكلم عن الموبايل أنا بتعالج منه طبعا أي حد كده ليه؟ ليه ارتبطنا بالموبايل بقى كده؟ لأني سوري دلوقتي الموبايل ما بقاش وسيلة تتصلص بالضبط؟ لا الموبايل بقت الناس تقدر تتبع شغلها تتفع فلوسها تشوف الكتب اللي بتعمل منها أبحاث تخش تكلم الناس تشوف الناس تشات الناس تبعث إيميلات تبعث رسائل تستقبل فلوس تستقبل كتب تستقبل أبحاث تعمل أي كل شيء تتخالي حتى لو هو في الطريق بتايه هشغل جي بي اس وعايز أسهم أنهم هيزبط الموبايل فكل حاجة بقت موبايل يعني ياريت نخلي الموبايل زي ما كان وسيلة اتصال ونحاول نشوف إيه البدايل اللي يمكن نستغنق عنه فيها لأني فيه حاجات لا يمكن نستغنق عنه فيها لأنها توفر علينا كتير طبعا توفر علينا وقت وجهد ومال فخلينا بالحاجات اللي هو يعني جيه بيعمل فيها شيء إيجابي ونتبعه لكن حاجة ثانية بتعمل شيء سلبي ونبعد عنه كان فيه تقرير مش عارف أوجاز ذلك لأني هنشوفه ياريت تتقرير لو جاهز انت طبعا الإدمان بأشكاله المتعارف عليها ودايرته المظلمة اللي بتحوض صحاتها عارفينها وكمان نقدر نحدد النتائج السلبية اللي بتوضع على صاحبها وحافظين في كل حوادية الإدمان في الحقيقة والأفلام إن العلاج للإدمان بيكون بالمنع أما الفومو Fair or missing out ده الجديد في عالم الإدمان الإدمان الإلكتروني لأن أغلبنا بيعتمد على جزء كبير من حياته على الانترنت وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا ولأن أحد أهم أسباب عوامل الجذب للإنترنت هي السرية أصبح البحث عن الإسارة والمتعة والقضاء على الوحدة والحزن والقضاء على الاكتئاب ونقص مهارات التفاعل بين الناس هم أبطال مسلسل الإدمان الإلكتروني والسؤال المهم هل أطفالنا وشبابنا واحنا كأباء عندنا أعراض الفومو؟ ورجعنا لك تاني مع ضيف دكتور محمد حمزة الوقت إدمان الانترنت الناس اللي عملت سوشيال ميديا هل كان في ذهنها إن إحنا حنبقى مدمنين؟ يعني إنت شايف إن ده كان الهدف إن إحنا نبقى مدمنين ومتابعين بهذه الطريقة يعني؟ ولا؟ هو أكيد أكيد اللي عمل شيء وشيء مجاني يعني إحنا ما بنفعش فلوسه عشان نتابع للصفحات الفيسبوك طبعاً فإحنا لازم نفكر هو ليه مجاني؟ لأن لو ما كانش فيه تمن للمنتج فمعلوماتك هي المنتج أو معلوماتك هي التمن لو ما كانش فيه تمن للمنتج اللي أنت بتستخدمه أو الخدمة اللي أنت بتستقبلها فمعلوماتك هي التمن وإحنا الحمد لله دلوقتي مفيش حد ما بيصبحش بمعلومة وما بينسش بمعلومة على مواقع توصل ال 2 ففكرة الإفساح عن المعلومات دي مصيبة يعني دي الوحدة مصيبة يعني بعيداً عن الإختراق وبعيداً عن إن حد ممكن ندخل يعتدي على خصوصياتي وكده إحنا أصبحت خصوصياتنا كلها معلنة على مواقع توصل ال 2 ودلوقتي حتى الخنات الخنات بقت الناس بتخلق مع بعضها على مواقع توصل ال 2 الناس اللي لو واحد عايز يضايق حد بدل ما يرفع عليه قضية الاول شهر بيها على الفيسبوك وبدأت ان هي تبقى حاجة يعني مظهر سيء جدا جدا ما هو ده الاستخدام الخاطئ بقى الاستخدام الخاطئ اللي موقع بتوصل الاجتماعي كل واحد فينا ليه تعوجه معين بيعمل سيرش على حاجة معينة بيبحث عن حاجة معينة ده كله مسجل يعني ده كله معروف عن الشخص اللي بيستخدم صاحب الحساب ده منعنا عليه بيتم توجيه اعلانات اعلانات لي عن المنتج اللي هو بيحب يدور عليه او عن الحالة النفسية عن هوياته وعن الحاجات اللي بيحبها اه وده اللي الناس بتشوفه دلوقتي اللي واحد بازع يعني تكون بكلم معاكي في حاجة معينة لدرجة ان هو بيبدأ ان هو يصدق ان السوشال ميديا ده معمول عشان هو بس الله ينار عليك وهو ده الغرض اصلا انه بتاعي انا اه يا فكرة اللي بيصمم الابليكيشنز دي او اللي بيصمم السايتز دي بيبقى اهم حاجة عنده انه يقنع كل واحد ان الفيسبوك ده او اليوتيوب ده او الكلام معمول عشان هو بس هي مش صدفة مش صدفة ان انا دايما انا لقي الحاجة اللي انا بحبها يعني هي مش صدفة ان انا دايما انا لقي الفيديوز المقترحة ليه هي الفيديوز اللي انا دايما بيضور عليه ام لا� Plaق ناتجي عن سيرش ناتجي عن لايك لبيرجي معينة انا كنت تعمل عليها لايك قبل كده ناتجي عن كومنت انا كنت اعمله على حاجة معينة وخلاص اتسجل في البصمة الالكترونية بتاعتي ان انا بحب الحاجة دي. يعني طول الوقت احنا بنتراقل وبنترسط في كل صغيرة وكبيرة. طبعا هي فكرة ان انا 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 في حاجة اسمها البصمة الالكترونية. كل واحد صاحب او صاحب جهاز معين بيبقى عنده بصمة الالكترونية. لما مخش على جوجل ببحث عن حاجة معينة ممكن الاقي وانا على الفيسبوك دلوقتي اعلان نازل بيكلم عن نفس الحاجة اللي انا دورت عليها هنا. اخدش على تويتر اعمل ده 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 معينة الاقي. فكل المواقع دي في حاجة في الاخر اسمها البصمة الالكترونية. البصمة الالكترونية دي اللي هي بتبقى تبع لتوجهات كل واحد واستخداماته. هو رايح فين? هو بيحب ايه? هو بيفكر في ايه? واحنا ادينا الفرصة الاكبر تاني بتكرر الموضوع ان احنا يشعر بالملل يشعر بالحزن يشعر بالكآبة يشعر بالسعادة يشعر بالخشوع يشعر باي شيء فمعروف امت انا حزين? معروف امت انا سعيد? معروف امت انا مقصود? انا رايح فين اروحاتة بتاعي على الحالة انا جاي منين? اه ده بالفعل ده عندي مناسة انا زعلانة انا انا متضايقة انا تعبانة. فالكلام ده كله لو ما كانش بيدي فرصة للمواقع دي ان هي ترصد ايه اللي انا بفكر فيه? فبتدي فرصة للناس اللي مرقباني بقى او اللي لشخصيتي. صح. ومن خلال تحليل الشخصية دي يقدر يدخل لك من اي مدخل اللي هو عايزه. زي ما هم بيعملوا بالضط دلوقتي الشركات اه. اه. بيبدأ يشوف توجهات ايه ويروح بعيد للمنتج. اه. واكبر تجارة في العالم دلوقتي هي التجارة الالكترونية. ده حقيق. واكبر تسويق موجود دلوقتي هو التسويق الالكتروني. وخاصة بعد كورونا بقت ناجحة جدا. اه. بقت رائجة جدا. دي كانت فترة ايجابية. كورونا خدمات. اه. فترة ايجابية جدا على الناس اللي تستخدم الانلاي. بالضبط. اللي لان الناس كلها عادت في البيت. والناس كلها مبقيتش فاضية غير للموبايل. وغير للكمبيوتر. بدل ما الناس كانت تقعد تاخد دورات بقى وتاخد ده وتقرأ كتب وتفرج على حاجة مفيدة. لأ كله دخل على مواقع التسويق تم اعمل ترندات ويعمل حاجات كانت غريبة بجد يعني. انا مكنش وده كان الناس تستخدموا بالاستخدام المفرد على الفاضي ده. لأ ده كان وقت يعني. بس اكيد يا دكتور في ناس يعني. ده ناجحة. اه. استفادت من الفترة دي. بكتير. اه. في ناس تعلمت. قرأت اكتر. بالضبط اتعلمت. اه. في ناس خدت خطوات في حياتها. يعني عايز اقول لحضرتك اعادة ترتيب حياتها من اول وكتير. وفي ناس شغلها اللي جيح جدا في الفترة دي. يعني مسلا مراكز تدريب اللي هي كانت بتدي تدريب عادي بدأت تدي تدريب اونلاين. الشركات اللي كانت بتدعي في التجارة العادية بدأت تركز قوي في التجارة اونلاين. بدأت ايه المنتجات اللي الناس محتاجاها في الوقت ده بالذات. زي مسلا كمامات زي مشاعر في. طيب. انا مش هقطعك. احنا عايزين نتكلم عن الجانب الايجابي لان انا جاي الاتصال على الجزئية دي. اتصال مهم جدا. حضرتك تقولي بقى ايجابيات الانترنت. لا ايجابيات الانترنت كتير. الانترنت سهل علينا كل حاجة. يعني احنا لو فكرنا كده في كل الاستخدامات اللي احنا كنا بنستخدمها او الاشياء اللي احنا كنا بنفعلها. قبل وجود الانترنت. بعد وجود الانترنت قد ايه تسهلت. قد ايه بقت بسيطة. انا بالوقت لما كنت اعوز ابسط شيء للناس اللي هي البسيطة خالص. لما كان بيعوز يدفع فلوس لاي حد. اللي بيدفع الجامعية ده. دلوقتي بيدفعها من على النت. طيب. هستوقفك. اه معنا اتصال من مصطفى شعلان من ضمنهور. اهلو. اهلو. عليكم السلام. السوت. احنا عايزين السوت. مش واضح في الاستوديو. اهلو. تمام كده? السوت اه. مش طالع. وعليكم السلام. ازيك يا مصطفى. اهلا بك. مبروك العودة للجامعة. مبروك ان انت رجعت الجامعة النهاردة. اخليك يا رب شكرا. مصطفى طبعا اكيد حضرتك متابعة يا دكتور مصطفى شعلان. الطالب ده منهور اللي كان تم فصله. بسبب ان هو شاف اه يعني مشهد غير لاقف الجامعة التكدس الطلبة في ظرف كورونا. فآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� اقول لك وسائل التواصل الاجتماعي وصلت صوتك بسرعة في الفترة اللي انت كنت فيها دي ازاي فادتك؟ ايوه بصراحة يعني وضح لي ده يا مصطفى وخدموني وطبعا التواصل الاجتماعي ليه دور كبير قوي قوي بالمساعدة للشباب او بمعنى صحة دلوقتي احنا في ظروف وباء فما ينفعش ان يكون دي تواصل اذكر من كده طبعا يعني التواصل الاجتماعي لها دور فعال جدا 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 في توصيل الثقاشوس محلية تمام انت شفت ان كان متفاعل معاك الطلبة ولا الناس العاديين؟ طلبة بس زميلك ولا الناس العاديين؟ لا كل الناس الحمد لله يا تعريبة جميع بلات الشعب الحمد لله دعمتني وكانت وقفة جمبي ومرضتش بصدر والحمد لله يعني رجعت كلها هاني وصرف جدا يعني بتمنى لك التوفيق مصطفى وشكرا على اتصالك تسلم تسلم نرجع لموضوع الابنان الايجابيات الايجابيات اه زي ما قلت لك كده الناس اللي هي كان بتدفع اقصاد تدفع فواتير كهرباء بتدفع اي شيء بتدفع بقى سهل عليها جدا ان هي من خلال بيكيشن على الموبايل بتحاول الفلوس دي بضغط زر واحدة بدلا ما كان بيينزل ويركب ويضيع وقت ويضيع مجهود الانتشار زي ما السويشال ميديا كده توظيف بقى عامل ازاي الناس اللي بتبحث عن وظيفة دلوقتي بنقدم اه على الانترنت اه الانترنت الكلام ده كله بقى بيتعمل على الانترنت ان انا اقدم السيدي بتاعتي على مواقع معينة الابحاث العلمية الكتب الوزارة الاقتصادات عاملة كاف وبدلا بينافس هو حتى الميديا يعني هو وسيلة قوية جدا يعني في المستقبل انا اتوقع ان هو هيبقى ده الميديا ما احنا في المستقبل لا اتبعت المستقبل احنا ما احنا وصلنا لده بتاعنا ان هو بينافس الميديا وبقى اقوى من الميديا وابسط دليل على كده ان الناس دلوقتي ما بقيتش ممكن تتفرج على الحلقات التلفزيونية مباشرة بقيت تستنى لما تنزل الليل اه تنزل على شاهد وعلى ليه لان هو بيديره فرصة ان هو يشوفه في الوقت اللي هو عايزه بالضبط بيديره فرصة ان هو يعيده خمس مراته عشان لا واشوف اللي انا عايزه اه يشوف اللي هو وممكن يجري ويراقى متسناش اعلاناتنا اه انا مش عايزة شوف الجزاية دي انا عايزة شوف حاجة معينة هو بالفعل وسيلة يعني عايزة اقول لحضرتك في منطقة الخطورة طبعا وفي منطقة الاهمية طبعا طيب الادمان اه ما بقاش لفاق عمرية محددة يعني ادمان الانترنت والاسمارت هل لي فاق عمرية محددة ولا لا لا دلوقتي لا ليه بقى ان انت هاتي طفل صغير عند تلات اربعة سنين يتلعيه مد من الالعاب الالكترونية وده طبعا مسابقنا انا نحن سايبينه طول الوقت قدام الشاشة دي وده مصيبة اكبر فكرة الاطفال الصغيرة دي دي مصيبة اكبر من الشباب ليه لان انت الطفل عند تلات اربع سنين ما عرفش اي حاجة عن العالم الخارجي ما عرفش حاجة عن التكوين المجتمع عرفش حاجة عن الكلام ده كله ما بيشوفش في الالعاب دي غير ضربه وهدمه وقتله وده حقيقي ان بعض الامهات بتشتكي بطول ابني بقى عصبي اه طب هي بقى مواري انا مش عارفة تفاهم انا مش مشكلة ان هو بقى عصبي بس اه بععدواني كمان بقى عدواني الله ينوقع عليك ليه نقوله ان هو وقته الفكرة ان هو المجتمع ليه ان هو مخرجش هو مخرجش الشارع هو عم ثلاث سنين يعني ما خرجش لسه مخرجش شارع ولا شوف دي الدنيا فهو مبيشوفش حاجة يجرر الشاشة الي قدامه طب الشاشة الي قدامه عليها اي شيء هتظهره الشاشة الي قدامه الطفل الصغير اللي عمر ثلاثة اربع سنين ده اللي مشافش الشارع هو بديهي هتتكون عنده فكرة ان هو ده المجتمع اللي احنا هيشان فيه هو ده العالم فعلى حسب ما هفرجه وعلى حسب ما هو هيشوف على حسب ما هيكبر عليه وهيعرف ان هو ده المجتمع بتاعنا شاف قتل هيطلع مضرب شاف ضرب هيطلع عدوان شاف بقى أخلاق وشاف أشياء حميدة وشاف مصائح وشاف مجتمع راقي وشاف علم هيطلع رجل محترم إذن يعني طب الأمهات أو أولياء الأمور إن أنا بدي ابن التليفون علشان أسكته ومشوف شغلي بالكلام ده لازم إن أنا أكون حريصة هو هيتفرج على إيه رقيب رقيب بالضبط ورقيب من بعيد مش رقيب بفكرة المنع يعني أنا عاجبني قوي الكلمة تاعت التقرير بتاع حضرتك لاجب المنع ما ينفعش المنع حتى الشباب والمراهقين أنا مجيش أمنع ليه أصلاً همنع مين أنا همنع واحد يعني مثلاً شاب عمد عشرين سنة حلو؟ عشرين سنة دعني مولود سنة كم؟ سعين مثلا؟ ده ولا ألفين؟ مولود سنة ألفين؟ طيب إحنا المنطة عندنا من سنة التسعين يعني قبل ما هو يتولد بعشر سنين ولا بكم سنة؟ يعني هو تولد وكبر وترعرع وبقى شاب زي الفل كده وراح يتجوج في حقبة الإنترنت همنعه إزاي؟ بالضبط ما ينفعش أمنعه لكن ينفع أوجيه الأطفال أنا من البداية بقى أبدأ أوجه ابني الصغير ده اعمل إيه؟ ابدأ يستغل التكنولوجيا دي طب ما زي في ألعاب هو ممكن يعني ينغمس فيها أو يسرح فيها بخياله وبالفعل بقى في أطفال عندها توحض كمان يعني ده وضاء أكبر نسبة توحض حصلت بعد وجود الميديا بعد وجود السوشيال ميديا واليوتيوب وكلام ده كله قبل كده كان التليفزيون وأن هما بسوقوا قدامة كارتون لا والولاد كانوا بلعب مع بعض عالشين في مجبوعات الوقت أنا بحثت حتى في كل مناسبة كل واحد قاعد في رقم مع الموبايل بتاعه مع اللعبة بتاعته مالوش دعوة بالتايم مع عشان في مفهوم خاطئ في فكرة مواجبة العصر الحديث يعني احنا فاهمين ان انت عشان تبقى مواكب أو معاصر للزمن الرقمي ان انت تشتري موبايل وتقعد على التسبيب والميديا لا ده مش هو ده المواجبة نصيحة أخيرة لإدمان الإنترنت نصيحة وعلى السنة الجديدة وتكون بقى من دكتور محمد على أساس ان احنا يعني ايه نمشي عليه حاضر وحضرتك تمشي عليه ومانا أهمشي عليها أكيد انا بحاول على قد مقدر والله ان انا أبعد عن الموضوع بس فعلا هو الموضوع غضبا عن الناس فكرة حدد الهدف اللي انت داخل على الموبايل علشانه اعمل أوقات معينة للموبايل مناخدش الموبايل كل الوقت مش وقت فرغ تمسك الموبايل خد بدايا لو انت هتقرأ كتاب من على الموبايل اقرأ من كتاب أحسن لو انت ما عندكش النسخة منه بأطبعها ايا كان لو انت عايز تتفرج على حاجة معينا تتفرج على التلفزيون لو انت عايز تلعب رياضة من على الموبايل وتقطبها لا روح نادي حاول لما يكون انت عايز تعمل علاقة مع واحد أنت حاول تكون عندك الجرأة شوية أن أنت تعمل علاقة مع أشخاص حقيين مش أشخاص وهمين يعني أنت متعرفش من من وراء الشاشة متعرفش هو مستني من مستني لك إيه أو بيتمنى لك إيه وبلاش نعرض بقى أشكر حضرتك حضرتك جدا جدا على تشريفك النهاردة لي وكل سنة حضرتك طيب في نهاية حلقة النهاردة آخر حلقة في عشرين عشرين يا رب كده نستقبل لسنة جديدة عشرين واحد وعشرين وإحنا كلنا بخير والصحة أهم حاجة الصحة انتظرونا في الأسبوع القادم مع زملتي العزيزة العزيزة شيرين حمدي مع تحياتي صحر شاوي